وقع حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم من يومين مرسوم عام الأزمة وخلى أحد أقطاب المال في أمريكا وحتى العالم يقرر نقل مقر شركاته من الولاية القانون الجديد هذا بيمنع المناطق التعليمية والمدارس من أنها تكشف معلومات عن التوجه الجنسي للطالب أو الهوية الجنسية أنه تكشفها لوالدينهم فيعني ببساطة بتقول للمدرسين وإدارة المدارس أنه إذا الولد يبغى أو البنت طبعا يتحولوا جنسيا وبلغكم أنه جنسه غير اللي نولد فيه ممنوع أنكم تبلغوا أهله خليني هنا أوقف بس عشان لحظة كده شوية وأعطيكم بس خلفية سريعة عن الموضوع موضوع التحول الجنسي للأطفال تحديدا من أكثر الملفات الجدلية بين الليبراليين والمحافظين الليبراليين واللي منهم حاكم كاليفورنيا بيقولوا أنه الأولاد لما يقولوا لأهاليهم أنه يبغوا يتحولوا ممكن أهلهم يعنفوهم فالحل عندهم أنه ما يقولوا لأهل والمحافظين شايفين في الموضوع تحجيم لدور الأهل وتقوية للأولاد على أهاليهم وإعطاء الأطفال فصة اتخاذ قرارات كبيرة هم غير مؤهلين لاتخاذها ومصيبة أيضا على التماسك الأسري فلما كاليفورنيا طلعت هذا القرار الآن ولعت الدنيا بين الطرفين المتحدث باسم الحاكم قال أنه هذا القرار اسمه قانون السلامة وبيحافظ على سلامة الأطفال وبيحمي دور الآباء كيف بيحمي دور الآباء محد فاهم بس ما علينا خليني أنا أقول لكم أنه يعني لما أصبح يسمى بالتطرف الليبرالي طلع بأفكار من هذا النوع بدأت تطلع أصوات معروفة وشهيرة ونافذة ترفض هذه القرارات ومنهم الملياردير ألن موسك اللي اعتبر القانون الأخير هذا القشة اللي قسمت ظهر البعير وقال أنه رح ينقل مكاتب شركتي سبيس اكس وأكس من كاليفورنيا إلى تكسس وفي بوست لو على أكس قال موسك أنه بسبب هذا القانون والقوانين الأخيرة اللي أقرتها الدولة في كاليفورنيا بخصوص موضوع التحول الجنسي فهو قرر ينقل مكاتبه لأستن في تكسس وقال أنه هو طفش من تفادي مدمنية المخدرات وهو داخل وخارج من مقر شركاته في كاليفورنيا يعني كانوا جالس بيدربهم أمنيا وبيقولوا أنه أصلا ما في أمن في الولاية وقال أنه هو من سنة تكلم مع الحاكم وقال له أنه هذه القرارات حتجبر العائلات والشركات على مغادرة كاليفورنيا علشان يحموا أطفالهم ونشر بوست طالب في أولياء الأمور بإخراج أبنائهم من المدارس الحكومية في كاليفورنيا الموضوع لموسك ممكن الواحد يقول أنه بمس ممكن قضية شخصية فهو عنده بنت متحولة جنسيا اسمها فيفين وفي 2021 أخبرت عمتها بأنها متحولة جنسيا ورفضت أنها تخبر والدها وطالبت بقطع علاقتها معها تماما وغيرت اسمها وجنسها وصار اسمها جنا ومن وقتها موسك بيتهم مدرستها اللي وصفها بالليبرالية بالتأثير على أفكارها وبيعارض التحول الجنسي وكان عبر عن تجربته مع بنته وقال أنها مؤلمة جدا المهم حاكم كاليفورنيا ما فوت لموسك اللي عمله وقام نشر بوست لترمب في 2022 بيتكلم في ترمب عن زيارة موسك للبيت الأبيض وفي البوست ترمب مو مخلي كلمة على موسك فقال أنه هو طلب منه المساعدة في مشاريعه إن كانت سياراته الكهربائية اللي ما بتمشي مسافات أو السيارات الذاتية القيادة اللي ماشية بتعمل حوادث أو الصواريخ اللي معرفة توصل مكان طبعا هذا كله وصف ترمب لمشاريع موسك وختم ترمب بوسته بأنه موسك كان محتاج لمساعدة لدرجة أنه لو قاله أركع على ركبك كان ركع وعاد حاكم كاليفورنيا جاب البوست ونشره وعنونه بأنه يبدو أنك ركعت على ركبتك طبعا بيرمي كلام هنا على موسك ورد عليه موسك وقال له أنت أصلا ركع على طول يعني وبينما الحرب جلسة مشتعلة بين موسك وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي في ناس عاجبها الكلام مروقة وأكيد هم الجمهوريين لأنه مثل ما قلت لكم حاكم كاليفورنيا ديمقراطي فطلع حاكم تكساس الجمهوري جريغ آبوت اللي رحب بقرار موسك وقال أنه تكساس هي مقر الأعمال اللي صار حقيقة نقدر نسميه أقوى رد من رجل أعمال على قوانين التحول الجنسي في كاليفورنيا فرحيل شركتين كبيرتين من وادي السيليكون أو سيليكون فالي اللي بيعتبر سوق الأعمال في كاليفورنيا يعتبر خسارة كبيرة للولاية فهل رح نشهد تداعيات أكبر لسه وانسحابات أكبر من واشنطن معنا عبر سكايب حسين عبدالحسين الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أهلا فيك معنا هل نقدر نقول أنه في هذا الخلاف وهذا الجدل هذه تعتبر أقوى خطوة عملية أحد اتخذها في هذا المجال مساء الخير طبعا هو يعني ماسك يعكس رأي الغالبية الديمقراطية يعني في الحزب الديمقراطي نفسه هناك استياء كبير من هذه الممارسات لقادة الحزب ولذلك نحن نرى أنه بايدن أصلا كان متراجع في استطلاعات الرأي حتى قبل المناظرة الرئاسية والآن صار متراجعا أكثر فأكثر المشكلة الرئيسية هنا ليس هو فقط موضوع التحول الجنسي المشكلة هي موضوع حجم الموضوع عن الأهل يعني القصر هم الأهل مسؤولين على القصر في كل شيء يعني إذا الولد دخن سيجارة في المدرسة المديرة تتصل بالأهل فكيف كان ينوي تحول جنسيا هذه مشكلة لدى كل الديمقراطيين وأعتقد أن ماسك هو أكبر واحد يعبر عنه يعني أفهم من كلامك أن حتى إذا طالعنا بنظرة عامة أن حاكم كاليفورنيا جافن نوسم بقر قرار يعني مو حتى الغالبية بتأيده إذن هو بقر لمصلحة مين مو حتى الغالبية بالحزب الديمقراطي نفسه يعني نحن لا نتحدث عن غالبية الأمريكيين هو يبدو أنه يحاول استقطاب أقصى أقصى اليسار طبعا هذه نفس المشكلة التي عانى منها بايدن أنه هو يذهب إلى أقصى أقصى اليسار يخسر الوسط في الحزب الديمقراطي نفسه لأنه هيك عن الجمهوريين فهذه المشكلة طبعا نوسم هو من أبرز المرشحين ليكون يعني مرشح رئاسة الجمهورية بعد بايدن أنا فاجأني القرار لأنه هو بدلا من أنه يكون في المنتصف يعني هذا قرار دفع نفسه إلى أقصى أقصى اليسار وهو ما يضع حضوظه في الدورة المقبلة ليست هذه الدورة أو الدورة لأسيا المقبلة وبالنسبة إذا أخذنا الموضوع من ناحية موسك الحركة هذه اللي قام فيها وطبعا التلاسون اللي جالس بيدور بينهم وتلاسون يعني مسلي أكيد يعني بس إنه الحركة الكبرى اللي هي نقل الشركتين وما إلى ذلك موسك كمان بيعزز دوره ومكانته كلاعب سياسي مو بس حتى يعني سياسي واقتصادي بل حتى في المواضيع الأيدولوجية يعني طبعا هو موسك باعترافه يعني أو حتى بتصويته وتبرعاته هو ديمقراطي بالكامل الحزب الديمقراطي اليوم يدفع للخروج منه أو يعني للاتجاه أقرب إلى الجمهوريين هناك مشكلة في الحزب الديمقراطي وطبعا كاليفورنيا في اعتقاد بالولايات المتحدة أنه أي شيء يحصل في كاليفورنيا أولا ثم يتكرر في باقي الولايات المتحدة هذه المرة الصورة معكوسة لأنه كاليفورنيا تخسر ناس يعني تخسر الاستثمارات تخسر السكان تخسر عائلات وكلهم ينتقلون إلى ولاية أخرى فكاليفورنيا فعلا في معضلة وهذه المعضلة تمثل الحزب الديمقراطي بشكل كامل الكلام كان حتى في الأيام الماضية بعد حادثة أو محاولة اغتيال ترامب أنه كثير من كبار القادة في سيلكون فالي بدأوا فعلا يتجهوا إلى يعني خلينا نقول إلى اليمين أنه فيه أشياء مو عاجبتهم أنه كعادة هذول اللي بيصوتوا ديمقراطيين الآن سيتجهوا إلى الناحية الأخرى قد إيش واقعي هذا الكلام وحتى كان فيه كلام أنه بيقولوا أنه سياسات ترامب مناسبة لهم أكثر يعني كبار المتمولين في سيلكون فالي هم عادة لا يهمهم اليمين واليسار يعني قل ما نجد أنه هو حسب المبدأ أو حسب السياسة الخارجية مثلا أو السياسة الاجتماعية هذه الشركات المتمولين أكثر ما يهم هو المصلحة يعني مصلحة العمل نفسه مصلحة الشركة والمشكلة أنه الديمقراطيين صاروا يفرضون قيود بشكل هائلة بمواضيع مثلا التوظيف لازم يكون على طول في تسوية بين النساء والرجال يكونوا نفس العدد لازم السود والبيض يكونوا نفس العدد باقي الشعوب باقي الأعراق نعم حتى كان مايكروسوفت اتخذوا قرار بإلغاء القسم المسؤول عن هذا الأمر واعتبروا أنه خلاص ماله داعي فهيبدو أنه حتى هم مطفشوا يعني مايكروسوفت تفضل بالضبط كما تفضلتي يعني أنه هناك أنه الشركة تدار كشركة لا تدار كجمعية اجتماعية أو كحزب ذات أهداف سياسية مشكلة الديمقراطيين أنه هم أولا بقاعدة الحزب الديمقراطي هناك كراهية للمتمولين يعني كل أدبية الحزب الديمقراطي أنه نفرض ضريبة أعلى عليهم هم يستغلوننا هم يستفيدون مننا ويفرضون عليهم أيضا سياسات اجتماعية للتوظيف ولذلك طفشوا كما تفضلتي طفشوا من الديمقراطيين قالوا نحن عنا شركات نديرة يعني مش الموضوع كأنه نحن في جامعة أو في يعني تظاهرة يعني هذه شركات مئات يعني منها تريليون يعني شركة أبل أكثر من تريليون قيمتها فهذه لا تلعب هذه الألعاب أنه بين اليمين واليسار وبين المليارديرية والفقراء كل هذه الألعاب أعتقد الشركات لا تحب الدخول بها يعني بشكل عام طبعا يعني خلينا رجعك شوية للجدل الأساسي اللي بيصير على موضوع تغيير الجنس وحقوق الأطفال في هذا المجال وهذا الموضوع لأي درجة في انقسام حول هذا الموضوع لأنه عادة الناس اللي بيتابعوا الموضوع من بره بيقولك أنه مثلا خلاص الأمريكان عندهم هذا الموضوع عادي بينما لا في جدل لا لا هو ليس عادي أبدا هي فئة ضيقة جدا جدا المعروفة بالجناح التقدمي بالحزب الديمقراطي ومؤيديه يعني لا أعتقد أنه هي تتعدى أكثر من 10% 15% من الأمريكيين المشكلة أنه هذه الفئة صوت عالي جدا وتحدث ضجيج وهذا يدفع السياسين للأعتقاد أنه يعني هؤلاء صوتهم عالي طيب يعني نتخذ قرارات أنه وينضمون إليه في حملة الرئاسية أو الانتخابية أو ما شابه فهناك انزعاج أنا يعني أنا أسكن في منطقة ديمقراطية مدينة واشنطن كلها أصلا ديمقراطية ولكن هناك امطيعات حتى بين الديمقراطيين يعني في الحي الذي أسكن فيه هناك امطيعات بين الأهل من كيفية تعامل هذه الفئة يعني كيفية فرض على المدارس ماذا تعلم كيف تعلم الأفكار العلاقة مع الأهل العلاقة مع الآخرين العلاقة مع الأعراق الأخرى هذه مشكلة وأعتقد أنه الحزب الديمقراطي الآن يعني ما نراه التراجع الانتخابي هو نتيجة هذه المشكلة طبعا ما يترافق أيضا مع منع يعني منع حديث إذا كنت تذكرين أول مقام به ماسك هو إعادة ترامب إلى تويتر يعني بعدما اشترى تويتر ماسك إعادة ترامب على الرغم من اعتراض الديمقراطيين ماسك كان يقول أنه نحن أصلا كل الفكرة هي حرية رأي وحرية تعبير وحرية إنسان لا يجوز أنه نقول حرية تعبير ونمنع ترامب أو غير ترامب فهذا الانشقاق طبعا ماسك هو يمثل الوجه الأبرز لهذا الانشقاق ولكن هذا الانشقاق حقيقي وهذه الفئة لا نعرف متى تنتهي الضوضاء أو متى تتغلب عليها الوسطيون في الحزب الديمقراطي أو باقي هم بالتأكيد حسين صوتهم جدا عالي وواضح أنه عندهم لوبي جدا قوي لأنه إذا هم فئة قليلة ومصدرين للعالم كأنه هذا هو الطبيعي وهذا اللي بيصير في البلد ككل ففعلا يعني هم يمكن عندهم دور كبير يمكن كمان خلينا نقول في هوليوود أو في المسلسلات أو ما ينقل حول العالم من ناحية الميديا يعني تحديدا يعني خلينا نقول طيب على العموم أنا بشكرك جدا على هذه المداخلة كان معنا من واشنطن عبد سكايب حسين عبد الحسين الباحث في مؤسسة الدفاع عن ديمقراطيات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة